موسيقى السلام عليكم ازايكم من انبارح للنهاردة في كمية اخبار غريبة جدا طالعة من سد النهاردة اخبار ملاهاش تفسير اخبار عمرك متتوقع ان انت تسمعها في الوقت دا زي ايه مثلا زي ان وزير خارجية الجزائر صحي الصبح فجأة كده خد وفد وامطلع على اثيوبيا اثيوبيا جزائر اه والحقيقة ان وزير خارجية الجزائر ماقعدش فقط مع وزير خارجية الاثيوبيا تقابل ابي احمد شخصيا قعد مع ابي احمد خبر قريب طب اقولك خبر اجرب اثيوبيا مبارح اعلنت انها مالت المال الثاني كاملة يعني ايه كاملة يعني اثيوبيا بتقولك احنا مالينا 13.5 مليار متر مكعب على فكرة الخبر دا مش هتلاقيه في اي حتة غير في الرصد يعني الرصد بس هي الاقيلة الخبر دا ورصد ايه خبر تاني تولع رصد ورصد خينة واخوانية وبين تستين في سبعين حل؟ كل نظرية الخبر صح ولا مش صح؟ صح معلش يعني انا هتحك عليك خبر صح طيب هل دا الخبر الوحيد؟ لا فيه خبر تاني اثيوبيا عاوزة ترجع تاني للتفاوض وراحة للاتحاد الافريقي تطلب وسطه عشان تقعب مع مصر والسودان الخبر دا برضو طالع من الرصد في حتة تانية؟ لا للأسف مش في حتة تانية ايه الاخبار دي؟ وازاي يبقى الاخبار دي موجودة؟ هل الاخبار دي لها تفسير؟ ليها طب ايه التفسير؟ هقولك بش نقولك هحكي لك الكصة بالاول الكصة بحيه لما ترجع لزيارة وزير الخرجاء الجزائري لاثيوبيا هتلاقي الزيارة دي مليانة غموض بشكل جير طبيعي ليه؟ لان الراجل لما راح هناك وزير الخرجاء الاثيوبيا قال له ايه؟ قال له على فكرة بقى احنا بنرجو من الجزائر انها تصلح المفهوم الخاطئ اللي عند جامعة الدول العربية والعرب بخصوص سد النهضة على فكرة اثيوبيا بتسعى للاستخدام العادل لامي اياه احنا مش غلطنا ان احنا نقذي مصر والسودان ولا اي حاجة كل نظرية احنا عاوزين حصة من المياه والحصة دي ممكن تكون 74 مليار متر مكعب اللي اياه حصة مصر يعني فاحنا عاوزين ناخد الحصة دي عندنا وعادي يعني حنموت الشعب المصري عادي معاديش يستحملوا معنا شويه طلب غريب جدا يعني ايه الجزائر ترجع لجامعة الدول العربية تصلح لها مفهوم خاطئ ما انا مفهمتش الجزائر عضو من جامعة الدول العربية وعلى فكرة البيان ده طالع بالاجماع يعني البيان اللي طلع من جامعة الدول العربية ان هما حيروحوا لمجلس الامن واللي هما بيدعوا مجلس الامن للتدخل في مشكلة سد النهضة ما الجزائر كانت موجودة؟ ما الجزائر موافقة على البيان ده؟ يعني ايه الجزائر هترجع لجامعة الدول العربية تصلح لها مفهوم الخاطئ؟ مافهمتش طلب غريب حقيقة الاغرب الزيارة يعني الرجل وزير الخارجي الجزائري ده بيعمليه في اسيوبيا طلع ليه اصلا؟ حقيقة انا رجعت للاعلام الجزائري عشان حاول الاقي تفسير للموضوع ده بس مفيش ولا تفسير عجبني يعني مفيش حاجة اريتها في موقع الجزائري عجبتني ليه؟ هم مهتمين فقط بالزيارة ما شافوش اسبابها او مفيش تحليل منطقي جزائري دخل دماريا شرع وزير وشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطلع مامرة بصفته مبعوثا خاصا من قبل رئيس الجمهورية اليوم في زيارة عمل تدم يومين لجمهورية اثيوبيا الاتحادية الديمقراطية التحليل اللي طلع طلع من موقع اندبندن موقع اندبندن بيقولك ايه؟ بيقولك على فكرة فيه سر الغير كده لازم تعرف ان وزير الخارجية الجزائري ده تحركاته كتيرة جدا داخلية خلاص؟ يعني في الداخل بيشتغل كويس جدا الواضح ان الجزائر عاوز تلعب دور خارجي مكثف والدليل ان الجزائر مش بتعادي مصر اسمع بقى المعلومة المعلومة الحلوة ان وزير الخارجية الجزائر من اسبوعين متكلم سامح شكري وزير الخارجية المصري فلازم تعرف ان في ضوء اخضر مصري ان وزير الخارجية الجزائري يروح اثيوبيا هلش؟ هل معنى كده ان الجزائر بتستأذم مصر؟ لا مش بتستأذم مصر بس مصر متفهمة الزيارة دي احنا متفهمين انت هتروح هناك تعمل ايه؟ يا ما الراجل قال له سواب منطقي لان ملف بتاع سد النهضة ده ملف حساس شوية بالنسبة لمصر فمكالمة وزير الخارجية الجزائر لوزير الخارجية المصري سامح شكري قبل ما يروح معنىها ان الجزائر بتحترم مصر جدا وعارفة ان ملف ده حساس وبتوضح وجهة نظرها او بتوضح موقفها من الزيارة حتت بقى ان الجزائر هتقنع جمعة الدول العربية انسى لهو طلب اي كلام بس الوالح كده ان اثيوبي عايزة تتراجع وترجع تتفاوض تاني في ملف سد النهضة ليه؟ لان موقف ابي احمد زي الزفت موقف ابي احمد زفت واطران ليه زفت واطران؟ الحقيقة زي ما انت شايف في الفيديو ده ده خط السكة الحديد الواصل بين قديسة بابا وجيبوتي زي ما انت شايف بيتم تفكيك وكده الحقيقة مش ده بس في حاجة تانية كمان انت عندك الفيديو ده الفيديو ده انت شايف فيه عربيات واقفة وده الطريق الواصل برضو بين قديسة بابا وجيبوتي والفيديو ده على حسب ما هنا يا زيل في الاعلام الاثيوبي ان ده زي ما انت شايف كده فيه عربيات كتير نقل العربيات دي مساعدات في اقليم عفر المفروض قد روح لاقليم تجراي الحكومة الاثيوبية واقفاها جابة تحليل تجراي ما انت شوف بقى واحد بيحب جابة تحليل تجراي يقولك ده الحكومة الاثيوبية واخد العربيات بتاعت المساعدات دي راهنة عندها عشان ما توديهاش على اقليم تجراي والعربيات دي مساعدات هتروح لنا هم منعين عندنا الاكل حلو؟ في حين ان انت هتلاقي نفس الفيديو نازل عند واحد اثيوبي يقولك دول بتجابة تحليل تجراي قطعين طريق الواقعي ان انت شايف العربيات دي شايلة مساعدات فهي اصلا ممنوعة من الجيش الاثيوبي حلو؟ ليه انا بقولك كده؟ لان في مسؤولة امريكية هتروح تقعد مع ابي احمد شخصية تقول له عايزين تفسير ان المساعدات ما وصلتش لحد النهاردة اكليم تجراي المسؤولة الامريكية دي مين؟ اسمها سمانثا باور دي مديرة الوكالة الامريكية للتنمية مش منصب رسمي دي مديرة وكالة هلاص؟ يعني دي مش حاجة وزير خارجية لا راح تقول له ابي احمد الاكل اللي في اكليم تجراي هيخلص يوم الجمعة لا نهاردة هيخلص مفيش اكل تاني الناس دي مش هتلاقي حاجة تاكلها وانت كنت قلت لامريكا كذا مرة وقعدتهم ان المساعدات دي هتوصل لحد دلوقتي ما وصلتش فالمسؤولة دي راح هتقعد مع ابي احمد عشان يفرج عن المساعدات لإكليم تجراي هيفرج عنها؟ مش هيفرج عنها يعني خليقين بس صريح معاك مش هيفرج عنها ليه؟ لان ابي احمد نفسه نزل تغريدة ودعم فيها الجيش الاثيوبي وقال لازم تبصوا على الجنود اللي بيخدموا بلدهم بكل شفافية وما بيبصوش لحاجة وهم بيدفعوا عن بلدهم ووطنهم واضح كده ان موقف الجيش الاثيوبي صعب جدا في مواجهة اكليم تجراي او جبهة تحرير تجراي لان كل يوم يوميا ما كانش كل ساعة جبهة دي عمالة تتقدم بشكل مرعب والتحليل يا باشا تحليل النبي احمد لازم يطلع الجيش الاساسي اللي عند سد النهضة يوديه واجه جبهة تحرير تجراي لان هو عنده جبهتين حاليا زي ما انا بقولك في كل فيديو عنده جبهتين ما ينفعش يحارب فيهم فهو عاوز يقفل الجبهة بتاعت سد النهضة دي لان فيها الجيش الاثيوبي كله وعاوز يوديه عند التيبيا الاف او اكليم عفر لان كل الناس وكل المجموعات اللي اتطوعت لمحاربة جبهة تحرير تجراي دول ناس مش قتاليين او عندهم خبرة في القتال وحتى لو اتضربوا اتضربوا فترة بسيطة وما عندهمش خبرة كافية لمواجهة جبهة تحرير تجراي او التيبيا الاف اللي هم اصلا متمرسين عالقتال فاي حد بيديروح ما بيرجعش راح كده راح في الهوى خلاص راح على الارض يعني بيتقتل والجبهة عمال التقادم ابي احمد عاوز يرجع للتفاوت تاني مع مصر عشان يحل مشكلة سد النهضة دي عشان يعرف يحرك الجيش بتاعه لمواجهة التيبيا الاف يبدو ان خريطة ميدان اثيوبيا تتغير وذلك مع تساعي رقعة زيطرة جبهة تجري واقترابها من العاصمة اديس ابابا فقوات تجري نجحت في تدمير فرق كبيرة من الجيش الاثيوبية عقب معارك استمرت لمدة ثلاثة ايام متواصلة في منطقة كوب هل معنى كده ان اثيوبيا اعترض عليك اتفاق ملزم بص اثيوبيا عمرها ما اعترض عليك اتفاق ملزم انسى الحركة دي مش هتحسن بس اثيوبيا بتحاول تلاقي مخرج يعني يمكن لما نقوم مع مصر والسودان نلاقينا مخرج يمكن يقولولنا حاجة او نسمع منهم حاجة او نعرض عليهم حاجة يوفق عليها هي بترمي عليك كده عاوزين يحلهم موضوع بقي شكل بس حتت يدوك اتفاق ملزم لتاني مرة مش هيدوها لك لان هما نفسهم اللي قالوا كده قال عمرنا ما هنمدي علي اتفاق ملزم الناس فاضحين جدا حتت بقى ان وزارة الخارجية الاثيوبية طلعت اعلنت انها ملت الملء الثاني كاملة 13.5 مليار متر مكعب خبر ده نازل في رازد بص الخبر ده انا ملقتوش في موقع قوي تاني اقدر اثبتلك بيه غير ان دينا مفتي شخصيا طلعت صرحت بالكلام ده يعني انا اتأكدت ان دينا مفتي قالت الكلمتين دول احنا مالينا 13.5 مليار متر مكعب هنا بداية تكدب ده كدب رسمي وعلني ليه السودان اكدت ان اثيوبيا مالت 4 مليار متر مكعب السودان بتأكد على كده مفيش مصر بالصور الامارة الصناعية اكدت على كده برضه وكل الخبرة اكدوا على كده اثيوبيا بتجذب لأول مرة بتروح لموقف كاذب في ان 13 مليار دول مفيش حد او مفيش صور طلعت ان انت عرفت تتملق 13.5 مليار اللي انت بتقوله ده نوع من انواع الكدب واضح كده ان موقف اثيوبيا بيزداد سوءا والواضح اكتر ان الدنيا في اثيوبيا راحة من سيء لا اسوأ وايا كان ايا كان نتيجة الحرب الاهلية دي هتكون مش في صالح اثيوبيا تماما واللي قبل الحرب الاهلية حاجة واللي بعد الحرب الاهلية حاجة تانية انت بتتكلم على كوارث ايما في اثيوبيا المجتمع الاثيوبي بيتفكك الجيش الاثيوبي بيتفكك وبينهازم وحتى لو خلصت الحرب الاهلية لازم تعرف ان خسائر الجيش الاثيوبيا عظيمة جدا قاعد تفتكد دي خسائر عادية خالص الشعب الاثيوبيا عمال يموت منه ناس كتيرة جدا بيخسروا خسائر اقتصادية عظيمة جدا وفاتحين على نفسهم جبهتين وكل يقوم موقفهم الاقتصادي زي الزفت زي الزفت في حتة هنا لازم تاخد بالك منها النهاردة السودان قالت احنا عوزين اتفاق ملزم لتاني مرة طيب التصريح بتاع السودان اللي طلع النهاردة ده انها بترفض لتحركات الاحدية وعاوزة اتفاق ملزم يتذكرك بايه بالتصريح اللي طلع مبارح من الرئيس المصري اللي بيأكد فيه ضرورة وجود اتفاق ملزم هنا هتلاقي تنصيق مصري سودان ان اللي بيتردد في السودان هو اللي بيتردد في مصر والعكس صحيح اللي بيتردد في مصر هو بيتردد في السودان فالموقف هنا واضح جدا ان هو واحد في الدولتين وبيعسعه لنفس الحاجة الحتة اللي انت لازم توقف عندها ان الجزائر ما خانتكش الجزائر متحركش ضدك ولا اي حاجة من دي تحرط دكة في المعلومات قبل ما تقولها ان الناس سواء اعلمين سواء يوتيوبرز تحرط دكة لو سمحتوا لان انت بتتكلم على علاقات دول لما انت تطلع تخون الجزائر وتشتم في الجزائر على فكرة ما بقصدش حد والله ما بقصد حد بسبب اتكلم عن متن لما انت تطلع تشتم في الجزائر او في شعب شقيق وتطلع تخونه والحقيقة عكس كده خالص انا معرفش انت بتعمل ايه يعني معرفش هل ده في صالح العلاقات الصناعية اكيد لا ولازم تعرف ان الاعلام المصري سواء السوشال ميديا سواء الاعلام الرسمي اللي اتنين متشافين كويس سواء خارجيا او داخليا مش بمصلحة حد ان احنا نضر علاقاتنا بقى شققنا تاني حاجة انا بس احب اكد ان انا هنا مع تجميع الدول انما مش خلق شائعات وندر في العلاقات الصناعية بين الدول خلص انا عمري ما بجيب سرط السعودية او الامارات او اي دولة خالجية بحاجة وحشة خلص ولا اي دولة عربية لان احنا كعرب من نشغل بعض خلص ده حاجة تاني حاجة الفترة اللي جاية دي هتلاقي كمية شائعات تطلع كتير جدا عن سد النهطة فيه بقى اللي يقولك السد تخرم وطلع دكتور عباس شراقي وقالك مفيش الكلام ده والشقوق دي موجودة نتيجة طامي او حاجة بس السد ما تخرمش او حصله شقوق او اي حاجة الكلام ده فارغ تاني حاجة اللي هتطلع يقولك كلام كتير مش صح ما تصدقش اي حاجة واسمع دماغك اسمع وكالات الانباء واسمع الاخبار قبل ما تصدق اي حاجة لان فيه كلام كتير مغلوط بيتم ترديده اليومين دول دي كان اخر اخبار سد النهضة وده اللي بيحصل في اثيوكيا حاليا يا رب يا رب يتهزمه كمان وكمان والسد الدرب ان شاء الله ان شاء الله السد الدرب ومصر تعلن انتصارها بشكل كبير وارب اكون شرحت لك الموضوع بشكل مبسط وارب انصر مصر تحيا مصر السلام يا محروصة بسيف شاطر واسف حارس عليك يامين ومن فوق السماء السابة حميك يا رب العالمين من الضلي ومن الخيني ومن الخلق اللي بين اهلكي متسوسة يا محروصة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة